أصدر سموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس يومناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كما أصدر سموه قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال برئاسة أحمد درويش المهيري